هاديم رح بلش معاك هلا شوفي أنا بعرف انه انتي امك تونسية صح صح وانا بحس انه المرأة التونسية مميزة كتير في عنده شي بالكاركتر كتير مميز ومختلف صح بسبب طبيعة المجتمع واخد حقه وقوية وهيك فدايما عندي فضول اعرف انه كيف كانت طفولتك وكيف تأسرتي بهذا الجانب اللي له علاقة بي بانه امك تونسية واكيد عنده هاي قوة الشخصية هلا قليك شاغلي هلا مع وجود الكورونا بتمنى ارجع ع طفولتك لو شو ما كانت تكون هاي داكي بين هلالين بصراحة ماما بتتميز بشخصية قوية بتبين تحت الضغط نحنا ربينا بظروف الحرب كنا خمس ولاد فربتنا بظروف كتير قاسي وكتير صعبة ووقتها كمان صار في الدهورة اللي ركيف فالله صار بيعلق عم بصير بالبنان نفس الشي يعني وعيه فجأة صار الدولار بألف وخمسة يعني الشي بطل الى قيمة فكل هيدا الشي ماما يعني كيف بدي قليك أول شي ما حسستنا فيه كانت قدة يعني كانت كتير صلبة وعندها عزيمة وإرادة مانا طبيعية هيدا الشي اللي كنت أنا عم بكبر وعم شوفه قدامي انطبع فيه لقالي كمان وامتحنته بالمحطات اللي ما رأت فيه من إذا بدك التفولة للمراهكة لالجامعة لوقت البلش تفوت على عالم الأضواء لا كل شي ما رأت فيه كله هيدا بيّن بشخصيتي من ورا إنه كنشوف الماما عم بتقدر تدبر حالة مثل ما بقوله يعني دبيرة أحبات كتير لما سألتنا عن طفولتي لأنه أنا بعتبر أن هيدا مرحلة كتير مهمة بحياة الإنسان يعني الطفولة بتكون فيها شخصيتك بتكون فيها كاركتارك بتكون فيها خبرة بتتعلم ويمكن لأنه كمان ربتنا بظروف صعبة اضطرت تكون زيادة قوية وزيادة صلبة وهيكي ما بدي استعمل كيف دي قلك يعني مثل اللبوة لا تحمل الولاد وتحمل عائله وخاصة بظروف الحرب أوقات كان كمان إنه إخواتي شباب ممكن يروحوا بغير التجاهات أكيد فهي خافت إنه يخسروا علمهم أو ما يقدروا يكفوا فهيدا الشي كله نحنا خلينا تمسك أكتر بالدراسة بأحلامنا بتموحاتنا ولو إنه نحنا خلقنا بظرف معين مش معنات أنه نحنا لازم نضلنا فيه إنه الإنسان لازم يغير ظروفه وهيدا الشي أنا وظفته بحياتي يعني أي ظرف بتحطيني فيه إذا كان منه منيح مش ضروري إني أنا ضلني فيه وأنا بشتغل يا بشتغلي عليه لحسنه يا بظهر منه أوكي بتعتبر حالك أنت تفلي متطلبة مثلا أبدا أبدا كنت حدا تير رايق يعني ماما بتقول عني أني كنت رايق كتير كنت إلعب بلعبي على رواق ما كنت حدا متطلب كتحب البيت كتحب ضلني بالبيت وكنت كتير متفاهمة للوضع اللي نحنا فيه يعني ما كانت تفرق معي ولا كنت قارن حالي بظروف غيري يعني كانت شوي أكبر من عمري يعني آه عندك وعي كان كانوا كعائلة عم بيمرقوا بأوقات صعبة وكونوا كان في فترة حرب وهيك بس قدي هي مأثرة بشخصية أمها وبحالة القوة عند المرأة وبأنها تقدر تكون صاحبة قرار وتقدر تكون مسؤولة وقدي تحولت شخصيتها بضمن هذا الشي من طفولتها لهلأ صرافة هلأ هو يعني أنا ما بحب أسأل كتير هيدا السؤال وبحسوا هيك موضوع حساس بس أنا عبالي أعرف منك لأنه بعرف أنك مرأتي بنفس التجربة وسبقتيني فيها هو موضوع الطلاق من 2012 صح؟ يمكن أنا صار لي عمعيش هيدا المرحلة الجديدة من حياتي صار لي سنة بس اللي بدأ أعرفه منك كيف صارت حياتك بعد الطلاق كيف صارت هالمرحلة وكيف عم تقدري كيف صارت تشوفي حالك حالك Shalik as a single mother عيشة ببيتك مسؤولي أنت عنه from A to Z وعم تلعب دورين يعني وهلأ بس خبريني بدي أعرف مني كم نصيحة هلأ شوفي هنا أول سنين صعبين بيكونوا كتير صعبين لأنه أنا إلي وقت إلي سنين فقطعت بي أكتر من مرحلة بهذا الموضوع صرت متجاوز بمكان ما فعنده رغبة كانت أكيد يمكن تستفيد من خبرتي عاطفيا بالموضوع أو حتى على المستوى العملية شو الصعوبة التي حسيتها أول فترة لأنه أصلا في أثر نفسي بغض النظر قديت طلاق كان فرندلي وقدي كان في أثر نفسي بيكون عندك هذا ما سهل تطلعي منه أبدا لأنه ما حدا بيتزوج ليطلق بالأخير ففي أثر نفسي هذا أنا بحس أنه بيأخذ وقت شوي لحتى طلعت منه على آخر أو ارتحت منه بالإضافة للأشياء التعني الحياتية اللي أنه أنت فجأة بصيري لحالك بدك تعملي كل شي لحالك فجأة بتلاقي حالك صرت ميكانيسيان وكهلا بجي وبتغير اللمبة وبتجيب الغراض وكل شي في كل شي يعني كل الأدوار صرت كل اللوقت كان دقل له لسيف أنه سيف مثلا المروحة مش تغلت مع مين هلأ بدي أحكي مثلا أنه أنا في أحكي له هلأ في ندق له تسأل علي هذه السؤالات بس أكيد هي المرحلة مننا سهلة أول سنتين ثلاثة لترجعي أنت تبني الصيغة طبع استقلاليتك وشكل حياتك بالبيت لوحدك وقراراتك كيف تاخدية لوحدك لأنه خلص بيصير في شي تاني تماما حتى بعلاقتك مع ابنك خاصة عندما يوجد كم يكون فيه ولد طبعا يعني كان عنديك بنت مية بالمية وتربيت البنت حساس يعني وما بعف إي قداش كان عمرة تقريبا ذهب لما نحنا أخذنا قرار الانفصال كانت شي أربع سنين أكيد أول فترة بتكون صعبة من كل النواحي وبتاخد وقت وهي قالت أنه هيدا الشي بياخد وقته كذا سنة لوحد يطلع مننا ويداول كل شي خاصه بالماضي ويرجع يبلش بيدي جديد وفعلا يعني هيدا الحقيقة أنا لهلأ بتذكر مرة أنا طلعت عشت سينة بي دبي بأول أحداث بسوريا وبعدين رجعت انزلت على لبنان فقبل ما انزل على لبنان ونحنا مسأب إنه سيف طبيعة شغله فيها سفر كتير وبيغيب كتير فدعب أورادي مانا معوّدة إنه هو كل الوقت موجود بالبين لما انزلنا من دبي فأنا طلبت منه يساعدني إنه يلاقي لي شقة وهيك وجهز لي الأمور لحتى أنزل فورا أن يكون كل شي جاهز إجا أخذنا من المطار وصلنا على البيت وهيك قاعد معنا شوي بعدين بده يروح فدعب فجأة هيك تطلعت إنه إيه فكان الشي اللي قدرت تقل لي يا بي إنه نحنا حسينا إنه نحنا هيك مرتاحين أكتر والمهم أنت تكوني منيحة ونحنا هيك مرتاحين ونحنا جود فرنس وعلاقاتنا يعني كتير مهم قد تلاقي إنه مهم المرأة وبالشريكة يلي كان شريكة بيوم الأيام يضلوا بي on good terms good friends let's say on good terms they don't have to be friends يعني مش ضرور يعني صعب أوقات كمان إنه العشرة تتحول لصداقة وتعشف يعني قد ما واحد لو طلع بيضل هيدا الشخص كان يعنيله ويضل عنده مطرح معين قدش مهم يكون on good terms لا الولد ينظر لهيدا الشي اللي صار بطريقة سلسة وإيجابية سلسة بشكله الجديد صح لأنه هو الطلاق شي ما نو يعني هو منو حلو على الصعيد للجنرل بس منه نهية الحياة منه نهية الحياة طبعا أكيد بس هو فيه كتير مطبات بعيدا عن الشي الشخصي اللي بيكون المرة بينه وبين حاله أو الرجال بينه وبين حاله موضوع الولاد كيف تلاقي معهم هاي الصيغة هو أكيد من الأشياء الصعبة كتير والأمهمة كتير والcritical كتير